أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحلة الشباب هي مرحلة الفتوة والعمل هي مرحلة البناء والنجاح هي المرحلة التي تحتاجها الأمة لتنتفع بشبابها تنتفع بنجاحهم تنتفع بتفوقهم تنتفع بجهدهم وبنائهم أمة بلا شباب أمة ميتة وأمة بلا شباب أمة مهزومة ولكن قد يوجد الشباب ولكن يحزن عندما نجد شبابنا في اتجاه آخر عندما نجد شبابنا لا يبالون بأوقاتهم لا يبالون بأعمارهم لذلك في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مرحلة الشباب خاصة هي التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر من أهمها وعن شبابه فيما أبلاه يترى في أي شيء يضيع شبابنا أوقاتهم يضيعون أعمارهم لو نظرنا لأحزننا ما نراه ولو نظرنا لو جدنا عجباً شباب يضيعون أوقاتهم على مقاهي يضيعون أوقاتهم في الطرقات يضيعون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه أين هم من النجاح والابتكار والعمل شباب تلهيهم أشياء لا فائدة فيها ولا قيمة لها فضيعوا مهمتهم في هذه الحياة شبابنا أين هم من الجد والاجتهاد في العمل ربما تجد الواحد من شبابنا يبلغ مبلغاً كبيراً يقترب من الثلاثين وربما يظل يمد يده إلى والده أو إلى والدته ليأخذ مصروفاً ونفقاً أين اجتهاد شبابنا في العمل شبابنا إلى أين أين العبادة شبابنا ربما لا يقتربون من بيوت الله ربما لا يؤدون فرائض الله لا يعظمون قدر الصلاة وربما لا تجد منهم إلا القليل الذي يحافظ على الذكر وعلى القرب من الله تبارك وتعالى نعم هناك ملهيات كثيرة وهناك مغريات كثيرة وهناك فتن تموج كقطع الليل المظلم ولكن هناك قرآن وهناك سنة وهناك أخلاق وهناك منهج قويم دلنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا أين شبابنا من عفة الفرق الحرام ربما يكون موجودا ولكن هناك عفة وهناك خوف من الله تبارك وتعالى شبابنا إلى أين من بر الآباء وهذه نقطة تحزن ما نراه في بيوتنا من كثرة العقوق وعلو الصوت على الآباء هذا يذهب ببركة حياة أبنائنا الشاب إذا ما عق والديه كان على خطر عظيم الشاب إذا لم يقم ببر والديه وقع في شؤم كبير لذلك نحن نحتاج إلى منهج يسير عليه شبابنا أخلاقهم أوقاتهم تفوقهم عملهم إتقانهم لكل شيء كربهم من الله بأداء ما عليهم برهم بآبائهم في كل وقت شبابنا يحتاجون منا إلى جهد كبير إلى موعظة إلى تربية إلى نصيحة نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي شبابنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته